هو غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية الأمر الذي يجعل انعقاد القمة في هذه الظروف مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي وبحسب لوائح الجامعة العربية سيتم نقل القمة إلى موريتانيا طبقا لقاعدة الأحرف الأبجدية أو يتم عقدها في مصر باتبادها دولة مقر الجامعة ولكن هل صدرت من الأساس قرارات مؤثرة في القمم العربية السابقة حتى يمكن التعويل على القمة المقبلة أيا كان مقر عقادها حول هذا الموضوع معنا بتوجيه المغربي محمد السادس أبلغ وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الأمينة العامة لجامعة الدول العربية نبيل العربي قرار الرباط الاعتذار عن تنظيم واستضافة الدورة العادية للقمة العربية المغرب أرجع قراره الذي اتخذ بالتشاور مع الجامعة العربية إلى ما وصفه بالتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم ولعدم توفر الظروف الموضوعية لنجاحها مما قد يجعل منها مجرد مناسبة لإلقاء الخطب وفق ما قالت الخارجية المغربية وأعلنت الجامعة العربية على لسان مساعد أمينها العام أحمد بن حلي أن موريتانيا ستستضيف القمة العربية المقبلة في أبريل نيسان المقبل بعد اعتذار المغرب بن حلي قال إنه طبقاً لملحق ميثاق جامعة الدول العربية فإن القمة العربية تعقد بشكل دوري كل عام حسب الحروف الأبجدية للدول العربية وباعتذار المغرب تأول القمة لموريتانيا هذا القرار هو بقبول موريتانيا وفق نص ميذاق جامعة الدول العربية باستضافة الدورة الثامن والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبحسب مصادر الجامعة العربية فإن أمانتها العامة تنتظر مذكرة رسمية من الخارجية المغربية لتعميمها والتشاور مع الدول العربية وموريتانيا لمعرفة موقفها من استضافة القمة على أراضيها أو دولة المقر برئاستها وكان مقرراً انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين للقمة العربية يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر مارس آذار المقبل في مدينة مراكش المغربية المغرب كان قد احتضن سبع قمة من سابقة أولها عام 1965 وآخرها كانت عام 1981 بمدينة فاس بينما استضاف المغرب ثلاث دورات استثنائية بعد هذا التاريخ خلال أعوام 82 و85 و89 من القرن الماضي